شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة أفراح ألنهيان بمناسبة زفاف الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد ألنهيان على كريمة سمو الشيخ سعيد بن زايد ألنهيان الشيخ أمريم وزفاف الشيخ زايد بن منصور بن زايد ألنهيان على كريمة سمو الشيخ هزاع بن زايد ألنهيان الشيخ أميرة والذي أقيم اليوم ضمن عرس جماعي لعدد من أبناء الوطن في قصر الحصن في أبوظبي وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان سمو الشيخ حمدان بن زايد آلنهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آلنهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آلنهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان النائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة زفاف أنجالهم سائلا الله تعالى أن يبارك في أفراحهم ويديم السعادة عليهم وعلى أسرهم كما هنأ أبناءه جميع العرسان وذويهم بهذه المناسبة متمنيا للعرسان حياة أسرية سعيدة وهانئة وأكد سموه همية بناء أسر قوية متماسكة محافظة على قيم مجتمع الإمارات الأصيلة وتضيف لبنى صالحة إلى بناء هذا الوطن وتعزز من نسيج المجتمع وتربطه مضيفا سموه أن قيادة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله حرصة على دعم شباب الوطن من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقرارهم الأسرية وتوفير السبل والإمكانيات التي تسهم في تحقيق سعادتهم والحياة الكريمة لهم ولأسرهم كما شهد الحفل سمو الشيخ طحنون بن محمد آلن هيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آلن هيان وسمو الشيخ انهيان بن زايد آلن هيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آلن هيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلن هيان نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آلن هيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد ألنهيان عضو المجلس التنفيذية وسمو الشيخ ذياب بن زايد ألنهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد ألنهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ زايد بن حمدان بن زايد ألنهيان وعدد من الشيوخي والمسؤولين